السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوفنا في اللقاء الفات كيف اعملنا الفارد الاجساء هادي الامامنا اللي هو البنطرون والقميص والحذاء والكلاء والايد اه نيجي لمنطقة الوجه كله تقريبا مفهود مع هذا منطقة الوجه خلينا شوف الوجه كيف نفرده اه علشان افرد الوجه اللي عندي هاي من عندي رقم مقصوص فيش مشاكل راح اجي من وراء هنا وقل لو سمحت اه من هنا فتقريبا ها نضبلي كليك علم لع كل خطوط هادي واجي اقول له كط الان قصيته قصيته من وراء عشان يفرد معي والوجه خليته زي ما هو ملحوم وتعال هنا قول لو سمحت ملي انفولد انفولد راح ملي الشكل هذا وهذا الشكل راح تبقى مألوف يعني معظم او كل الوجوه تقريبا اللي بتنعمل راح تبقى بهيك شكل منظرها هيك شكل يعني اول ما احد يشوفها بعرف انه هذا وجه العموم لجماله اوريانتشيل عشان يعدلي شوية صغيرة الحجم تبعه هاد راح اخليه مية مش سبعين يعني راح اشز عن القاعدة لانه فيه تفاصيل كتيرة والعادة ان واحد لما يطلع بطلع الوجه فالوجه اهم جزئية فيه فان راح اطيله حجم اكبر ست بس يا ربي لقيله مساحة كويسة هنا تقريبا اوكي يعني ما خبطش في الاتحت لحتى الان امور ماشية هيك انا فردت الوجه تبعي طبعا الوجه اللي في عندي مجموعة من ملحقات للوجه زي العين مسلا هتمسك جزء جزء ونحاول آآ نفرده بالنسبة للعين آآ مش عارف لش يجايب بشكل هيك او لما عملت لها فبقيت زي هيك على العموم راح اقص على حرف الاف واجه اقصة مسلا من النص ادج وقل لو سمحت ما ليها قط الان انا قصيتها راح امسك الجزئية الامامية ونجيبها زي هيك والخلفية جزيبها زي هيك وعلمها تنتين قل لو سمحت افرد ليهم انفولد انفولد اي فتحولي زي هيك الامامية خليها سبعين ست والخلفية يعني لو انا خليها عشين ممشي الوضع ليش او لو حدفتها حتى كلها بعضها مش مهمة ليش لانا العين راح يبين الجزء الامام مني انها جزء الخلف كله بش موجود بش محتاجه يعني انا ممكن اه امحي لكن انا هخلي ومساحته صغيره نفس الكلام بالنسبة للعين التانية طبعا انا بنفع وكل بساطة بنفع امسك العين تهادي احذيفها اه واحذيفها وحطها لكن هو اوكي شغلة ما انتبهت لهاش بس كويس انها اجد الآن انا العين هادي اعملتها وهي حلوة وممتازة وظابطة علم علينا التانية هي معمولة نفس الاشيب نفس المكان يعني اغيرت المكان العين هادي اليو في راح تلاقي انه التانية اتغيرت وايش اللي صار او ليش هيك هذا لاني انا لما اعملت المجسم العين تبعي اخدتها من العين هادي يعني انا كيف اعمل الانستنس في الغالي بروح على الاعدادات بفتح الاسهم هالي عند الادات وبقول له انا لو سحمت لو اعملية الان كل جسم انا بمسكه شفت وبسحبه زيك هذا عبارة عن يعني لو غيرت على هذا راح يتغير هذا ولغيرت على هذا بتغير هذا لو مسكت فيس من هنا راح تلاقي كله ماشي مع بعضه يعني ايش بعمل على واحدة بعمل على ايش فهذا مريح لي حتى في فرد الخمات لانه التنتين متشابهات وبالتالي انا عدلت على عين وتلقائيا العين التانية عدلت على هذا ايش يعني اكتير مريح في التعامل نيجي للشنب اي الشنب تابعه شوف يعني اه يعني هو شوف الامور حتى الان هي يعني هيك نسبيا مقبولة لكن الفيس اللي هان مسلا وين ها مش مبينة مش ماخدها خامة مش راح تيجيل عليها مش مبين ملامحها فانا راح خلينا نيجي نقصها من هان تقريبا المنطقة الورانية هادي بش عايزها وانتو لو لاش ابقى زيحتو اعلم عليها حرف العرف وقل له لو سمحت امسك الخطوط اللي هان اج اعمل دابلي كليك وهان دابلي كليك وهادي وهادي نقص لي ايهم قط مجاش عليها هان قل له قط الان انا قصيتهم بحيث ان المنطقة الداخلية انا بينفع محيها اصلا اريد يعني بينفع محيها لان بش مبينة لكن انا بدي احب اخليها وهاد المنطقة قل له لو سمحت فرد ليها انفولد انفولد فرد ليها بالطريقة هادي الطريقة هادي يعني مش بيرفكت لكن جيدة لعشان اخليها بيرفكت منفع راح اقول له لو سمحت تعال من هنا تعال من هنا ادي بيفرد صح بالطريقة دا من اجس المنطقة دي كمان بيطلع الفرد افضل لكن احيانا انا بفضل الطريقة التانية كط اشوف انفولد اعلم عليه كويس مفهودات اوكي شفت انفولد انفولد هيك هيك الفرد افضل انه واضح كل مربع ماخد حجمه الصحيح اللي مفروض ياخده لكن انا احيانا بفضل هذا لانه لو دا تحط خامة هم ملحمين عبعض حط خامة بتبقى هادي متصلة مع الليها انفولد بتحسش انه في عندك خلل في الخامة لكن في خلال في مكان تاني انه الحجم تبع الفيس هذا مش هو الحجم تبع الفيس هذا الحجم تبع هذا بش نوى نفسه هذا مع انه عمليين على الارض الواقع تنتمش ببعضهم فانت بين نارين ممكن تختار هذا الحل وممكن تختار هذا الحل اعلموا من الشنب في الغالب اش راح نطع عليه ناقش وبالتالي مش راح يبين معنا كتير اه اعلم عليها نروح للاعدادات نقول له انت سبعين اه ست هاي سبعين ست هاي سبعين تبعتها وهذه يعني لا مانع لو انا زغرتها قد ما ييجي اعلم معتين تقول له لو سمحت عدل اياهم بتاحت هاي عدل اياهم هيك خلصنا من موضوع الشنب تبعي وان محطوط الشنب تعال بالله هي طلع لفوق بس انا عايز اطلع من الموضوع كله عشان اه انرتبه براحتنا الشنب مين في بيجي مع الشنب الحواجب نفس الفكرة بالزبط هي رقم واحد انه شكل منع عامهم باقي هي رقم واحد هي رقم واحد تعال انت وهي نفس الفكرة بالزبط نفس الفكرة بالزبط راح امسك من هان اعمل وهن اعصى وهن اعصى وهن اعلى مع الخطوط يعني واجه على متى الخط تاني هيكت افرد لي اياهم التنين وهي اللي اطلع معي اه من قصوش كويس هان في الخط هادا ما مسكتوش شايفينو هادا الخط اعلم عليه وقول له سمعت اعمال لي اياه كط الان هادا نفصل لحال وهادا لحال عالم على التنين كمان مرة هذا خلي لي اياه سبعين وهادا خلي لي اياه الصغير صغير اللي اياه اللي اياه في منطقة معينة حواليه مثلا هنا انا بحب اخليهم حوالين بعضهم عشان وانا بلون ما بقى اشتاعي يعني الحاجة بالتاني مش عارف هل هم نفس الاشي لا مش عاملهم يمكن للوجه مختلف في التدوير او ما شابه اه على العموم راح افردوا نفس الطريقة نقلي له حاله او راح اخليه هادا نجرب نخليه راح اسيب هادا اقول لك انت لو سمحت عشان لو بدي راجعك اعرف راجعك مكانك وروح الله سهل عليك بطريقة الخضرة امسك هادا ايه كونترول دي ايه اسف شفت واسحبوه عشان يطلع للمعين انستانس بدي اعمل له حوالين محور الاكس بتاياه لي سالب واحد اه بدو يتجعد خلينا علي احنا فيه اسرع لنا اعمل له دورا وظبطه ايه تعال انت اعلم عليك انا وضبلي كليك هنا ومن هنا اعلم على التنتين هادا ويقولهم لو سمحت عمل لي انفولد انفولد وعمل لي هم اعلم عليك كل الموضوع تبعي هادا عشان نشوفوا التنتين الحاجب هادا والحاجب هادا اليوم التنتين يطلعوا بيش في العظهم تقريبا هادا روح على ها نقول له هاي الحاجم تبعو وهادا احنا ايش نسوي له نزغره ونحطه فوق ابتيال التنين هادا بدهم قلب زي ايك وها دي بتاقية اللي بدها اقلب على شقة تانية اعود اقلبها طيب لفوق هاو اللي هيبوا التنتين هادول زي بعضهم وها دي هاي جنبهم اعلم هو بفريقش لان انا راح احطهم لون اسود وبالتالي معلوم مش ناقش بس انا بحاول ارتب الامور صح عشان الواحد لو عايز يحط عليهم ناقش او يحط عليهم منظر شعر او ما شابه تبقى الامور طيبة يعني اه ايك احنا عملنا الحواجب والشنب اه اه نيجي للشعر نيجي للدنين بعدين الشعر الدنين اقيم التنعيم لو انا منعها من شكل تبعي اقيمه اه ما فيش شي لها الموضوع مالوش ستاندر لكن خليني اجي اقصه من هان اجي ضبلي كليك منطقة دين قصيتها تقريبا كلها هيقط اه اعمل ليها انفولد راح اعمل ليها انفولد فيش مشاكل راح اعملها انفولد فهي الدن تابعتي وهذا المنطقة الخلفية لي اصلا يعني تقريبا مش مبينة هادي الدن تابعتي لو حبيت اعرف مين الجزء العلو وزبط الممكن امسك اليو فيها واشوف النقطة هدي مين هي اللي هي هادي ونقطة مين اللي هي لتحتيها فيش مشاكل النقطة اللي اليمين هدي النقطة هاد هو الخط هدا اللي هو هذا والخط هادا اللي هو هادا عشان عرف اتجاه الدن تابعتي هيك معناته الدن تابعتي ياه من هان بالشى طيب فيش مشاكل خلينا عملي شوية دوران بس خلي الخطت تقريبا اعديل خلص�� دي بش معنيان يعني عملية مش راح تبين وممكن ازغر حجمها كمان بس خليها. هدولة تنتين هما الدان تبعتي. الدان التانية مش عارف انا ايش عاملها. خلينا شوف. التانية التانية بما انه معلم عليها فيها يعني انا عملت دان واحدة والتانية تلقائيا جاي معي. اه خلصنا الدنين والعين. ايش ضايل اللي بتايا اللي خلصنا موضوع الراس احنا. ضايل الشعر. خلينا شوف الشعر وبعدين ننهي اللقاءها تبعا. هاي الشعر تبعي. وخليني اعمل رقم واحد. علم على الشعر هيكة. ورقم واحد هاي الشعر تبعي. المنطقة الداخلية في الشعر كلها ما بتعنينيش. انا ممكن امحيها. لكن برضو انا بفضلش ان انا محيها. فراح علم على الخطوط هدول كلهم هيك. في ايش ايش معلم. كلهم معلم تقريبا. وراح اجي هنا اقول له قط. امسك الشعر التنتين. قل له لو سمحت انفولد انفولد. ايه فتح لياهم. لجزئيتين. هذا الجزئية الداخلية وهذا الجزئية الخارجية. الداخلية لانها مش مهمة. راح انا ايش بس اه راح ازغيرها. وهذه اعملها اوريانت. اوريانت شيل. هو الاوريانت حتى في الحالة تبعتي مش عارف وين الملامح تبعتها يعني. واعملها تسعين درجة زي هيك. اشوف بس من باب ان انا اعرف الاتجاهات صح. النقطة هادي. المنطقة هادي هي يعني منطقة المنطقة العكس. فانا عشان ما اطلخبطش وانا بلون. خلينا اقلبها. بتصير ايش? المنطقة هادي هي المنطقة هادي والمنطقة اللي حوالي شقة تانية هي المنطقة اش. عشان ان انا بعطي الوان ابقى متخيل للموضوع كيف. بدا شوية اعدلان. تقريبا. وهادي نفس الكلام بس راح هدورها على اي مكان حوطها فيه. الوانها اسود. وخلصنا منه. اجي على الست. اتأكد انه ايوة كبرة شوية صغيرة. سبعين. كل ما اخترت تقريبا سبعين. هيك عملنا الرأس تبعتي. ضايل عندي كل شيء مع عداء الطرية. الطرية هي اللي اللي ضايلة ما اشتغلتها. والباقي كله اشتغلنا تقريبا انه درباتها في عندي. راح نشوف هذا ان شاء الله في اللقاءات الجاية. ويعطيكم العافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة